اللي حصل إنه حصل إنه فيه فجوة كبيرة جداً ما بين الديماند والسابلاي اللي هو العرض والطلب ده أدى لزيادة مش طبيعية في سعر الدهب وده برضو بسبب تدافع المواطنين على شراء الدهب وقتها طب أنا كمان عايز أسأل يعني عايز حركة تنصح المواطن النهاردة للأسف شفنا في الفترة الأخيرة حاجة سيئة بتحصل إن الناس بتخزن الدولار وده عمل أزمة في السوق عايز الناس إزاي إن صاحهم إنه النهاردة ما هو الدهب مصعر بالدولار طب ما أجيب الدهب يعني أنا هقول كلمة أنا ما أحبش أقولها بس هي سزاجة استثمارية صحيح صحيح أنا أروح أشتري الدولار دي سزاجة استثمارية فإنا عندي الدهب الدهب مقيم بالسعر البورصة العالمية أيوة ده واحد السعر البورصة العالمية في تزايد أيوة والدولار بيزيد تمام تمام أو الدولار سعره معروف فإنت اللي يخليك تروح لحتة تسأل فيها مسائلة قانونية ما تشتري دهب قانوني وأنت مستثمر أرضا أنت لو شارك كيلو دهب وماشي بالعربية بتاعتك محدش لحاجة عندك لا لا طالما مدموخ خلاص أنا محدش لعندي حاجة طبعا فأنا بسميها سازاجة استثمارية أنت تروح تجري عشان تشتري دولار بتعمل إيه بتعمل أزمة لا وأنت بتعمل إيه يعني أنت بتعمل في نفسك كده لإيه بس فلا أشتري دهب الدهب مقاين بالدولار وفي ناس على فكرة في ثقافة كمان استثمارية اتولدت يمكن السنة السنتين الأخيرين أن في ناس اتجهت للعقار ناس اتجهت للسيارات ناس اتجهت للتجاه الأربع كان للدهب ده ثقافة كويسة إنما سازاجة الاستثمارية أن أنا روح أشتري دولار هعمل بيه صحيب طب أنا برضو يعني عايز أكد أحراج النقطة اللي تراحتها هيبه فكرة أن أنا ممكن المصريين في الخارج أو أي مصر جاي من برا مصر يشيل دهب معاه وهو جاي هو برضو يعني تم تجديد المدة ولكن بفترة محددة تمام هل ممكن يتم سن قانون يفتح الأمر ده على الآخر ولا ده يبقى ضد صناعة الدهب في مصر ويأثر على سوق الدهب بشكل أو بآخر شوف حضرتك هو في الوقت لما كان المقترح بتاع المصريين في الخارج يجعوا بالدهب كان إن إحنا نكسر حدة الطلب اللي موجودة في السوق بيدفع ببعض العرض من المصريين العائدين من الخارج وكان المقترح في الأساس العاملين في الخارج ولكن نتعمم على العائدين في الخارج حتة إن إحنا نقول إنه هو هيأثر على الصناعة بالطبع هو هيأثر على الصناعة لأنه هيخلي كل فرد وإن كانت الصناعة المصريين النهاردة متقدمة جدا والمصنعية في مصر النهاردة أقل منها برا بكتير بس إحنا بنبص النظرة النهاردة النهاردة مصر تكسب بكرة بعد وبعد أي تغيرات إيه الأحداث اللي هتحصل لا بالطبع هيأثر عندي على الصناعة هيأثر على المصنع المصرية النهاردة مصنع المصرية دخلها في مرحلة جديدة جدا وكبيرة إن شاء الله إن إحنا بنصدر بنصدر من مشغولات مش بنصدر سباك عشان ما يتفاهمش كلامي غلط إحنا المشغولات منتجات المصنع عندنا إحنا النهاردة بينا بنصدرها للخارج